جسزت معركة الإسماعيلية المعنى الحقيقي لبسالة الشرطة المصرية في مواجهة المحتل الأجنبي وتحتفل الدولة المصرية يوم الخامس والعشرين من يناير كل عام بعيد الشرطة تخليدا للبطولات التي قدمها رجالها فداء للوطن 72 عاما مرت على معركة الإسماعيلية التكسيد الحقيقي لبسالة الشرطة المصرية في مواجهة المحتل الأجنبي تلك المعركة التي أضحى الدليلا واضحا لشجاعة رجال الشرطة ليس فقط في التصدي للتهديدات الداخلية بل أيضا للتصدي للعدوان الخارجي في عام 1952 وصلت حالة التوتر بين مصر وبريطانيا إلى ذروة عقب زيادة انشطات الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم في منطقة القناة بالتزامن مع ترك أكثر من 91 ألف عامل مصري معسكرات البريطانيين للمساهمة في حركة الكفاح الوطني حيث تم إلغاء معاهدة 1936 التي فرضت على مصر الدفاع عن مصالح بريطانيا مما أدى إلى إنذار بريطانيا لقوات شرطة المصرية بالإسماعيلية لتسليم أسلحتها للقوات البريطانية ورحيلها عن مبنى المحافظة ومنطقة القناة والانسحاب إلى القاهرة بعد أن أدرك البريطانيون أن الفدائيين المصريين يعملون تحت حماية الشرطة المصرية لذا خطط البريطانيون لتفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من الانفراض بالمدنيين وتجريدهم أي غطاء أمني ثم تأتي رياح الوطنية المصرية بما لا تشتهيه شراعات العدوان البريطاني فتعلن قوات الشرطة المصرية في مدينة الإسماعيلية رفضها تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات المعادية ذلك الرفض الذي تطلب من رجال الشرطة المصرية الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام اشتد على إثره غضب القائد البريطاني في القناة فأمر قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية وإطلاق نيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من ست ساعات في الوقت الذي لم تكن فيه قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع مما أصفر عن استشهاد خمسين شرطيا مصريا وإصابة ثمانين آخرين لتستولي القوات البريطانية على مبنى محافظة الإسماعيلية بعد دفاع أسطوري سجلته الشرطة المصرية في التاريخ بحروف من الذهب أكثر من سبعة آلاف جندي بريطاني حاصروا مبنى المحافظة والثقنات التي لم يكن فيها سوى ثمانمائة وخمسين جنديا مصريا فقط مما جعلها معركة غير متكافئة عتادا وعددا بين الجانبين بل تجاوزت القوات البريطانية أكثر وأكثر وعمدت إلى مداهمة القرى المسالمة التابعة لمحافظة الإسماعيلية بزعم اختفاء الفدائيين داخلها وقد تم تخليد ذلك اليوم الأسطوري في تاريخ الشرطة المصرية وتم تسجيل يوم الخامس والعشرين من يناير من كل عام يوما تحتفل فيه الدولة بعيد الشرطة ودورهم في معركة الإسماعيلية حيث سطر رجال الشرطة بدمائهم بطولات لن تمحى من ذاكرة الوطن وستظل رواية فخر يحكيها الآباء لأبنائهم على مدار تاريخ الوطن موسيقى موسيقى